يا سادة احنا اتكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا 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 عن ظاهرة موجودة في البيوت ومحدش يقدر ننكرها واحنا احباب وصحاب واخوات ولما بنتكلم عن البيوت بنتكلم عن البيوت عشان احنا بصين عليها ومحللين اللي بيحصل في البيوت بالله عليكم بلاش حكاية التطفيف ده بلاش ان كل واحد يشوف ان هو ليه حق وينسى ان شريك حياته ليه حق يا سادة اصلا الجواز من غير ما شريك حياتك يبقى له حق الجواز مبني على الفضل بلاش الافكار القاتلة فكرة البنج بونج ان هو يديني انا اديه لا الجواز مبني على الفضل عيشوا بالفضل ويا سيدي لو كل واحد فيكم امتن اللي شريك حياته الحياة تبقى مليانة بالنعيم عايزين تعيشوا في نعيم الايمان املوا حياتكم بالامتنان امتنوا البعض اقولوا كلام حلو وخليكم قريبين من بعض ربنا يفتح لكم ابواب تجدوا قرب الله وتجدوا مدد الله وتجدوا جمال الله يا رب انهمنا الرشد والصواب وجعلنا يا ربنا من اهلي تلقي مددك لكي نعيش من اصحاب الفضل لكي نزوق حلاوة هل جزاء الاحساني الا الاحسان تجل علينا بجمالك ومددك يا رحمن واجعلنا على الدوام نذوق حلاوة الامتنان لكي نكون دوما من المحسنين الذين لبسوا سوب الاحسان يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين